نسبة لتصريحات الكافة السيد عبد الحفيز الدنيا صارت وحصل غضب شديد جداً جنان على اللي كتب مواقع في الجول اللي هو كتب أو ادعى مواقع في الجول إن سيد بيقول أنا شطبت نمرت جاد جريشا من تليفوني لإن بعد كل مباراة بيجي يعتذر لي بيعتذر لي طب هو قالها في الفيديو برده؟ لا هو ما قالش المعنى ده ما هو ده بقى يدخلك في النحية الصحفية هل أنت كصحفي بتكتب تصريحات نقلي يعني لو أنت بتعمل حوار مع محمد الشرقوي حصري حصريحة خبط ليك ولا لا بتكتب نص كلام محمد الشرقوي ولا بتكتب معناه ما هو ده فيه حاجتين فيه نفس بتكتب المعنى يعني أقعد معاك كده فأنت لم تتكلم أكتب المعنى بس أنت تقصده اللي أنت تقصده لا ما ممكن أنا أفهم اللي أنت تقصده بشكل خاطئ وممكن فيه نظرية تانية لا أنا بسجلك وبكتب نص الكلام اللي أنت بتقوله وبناء عليها بطلع عنوان من نص الكلام اللي أنت بتقوله مش المعنى اللي أنت بتقوله ده معروف فيه عالم الصحافة فهو هنا كتبوا معنى معين يعني وصل للمحرر اللي سمع هذه التصريحات فلما يطلع سيد عبد الحفيز يقول لا ما أنا بقصدش ده ونقصد كذا وأقصد أنه هو كان بيطلع في التلفزيون بيعتذر للنادي الأهل ما بيعتذر ليش وانا بقول لأ هنا المعنى مختلف يبقى هنا كده أنا بقول لك هوا لا هو كده بريء من دي بس مجمل الفيديو مجمل اللقاء اللي عاملوا بقناة النادي الأهلي بيدين الكابتن سيد عبد الحفيز تماما لأنه تهكم وصخر وشكك فيه نزاهة التحكيم المصري وكان ده يتطلب من اتحاد القرى أنه يعاقب الكابتن سيد عبد الحفيز أي عقوبة ولكن ما ينفعش من يطلع مسؤول في نادي كبير زي النادي الأهلي وينتقد التحكيم بالشكل ده ويتناول النادي الزمالك اللي نادي الزمالك بلوش كل ما بيتكلمش بالزبط بره خالص يعني قبل كده كانوا بيتحججوا يقول لك إيه أسرطة اللي بتجيبه في سورتنا أنت ونادي الزمالك بيجيب في سيرة النادي الأهلي أكثر ما بيكلم عن نادي الزمالك مرتضى منصور بره مرتضى منصور بيتكلم أمير مرتضى منصور بيتكلم مفيش حد بيتكلم دلوقتي خالص حتى مفيش أي حد بيتكلم على النادي الأهلي يعني حتى الإعلام الرسمي لنادي الزمالك قافل على نفسه وبيتكلم على نادي الزمالك فقط ما بيتطرقش لأي حاجة خاصة بالنادي الأهلي حتى لو فيه أخطاء حصلت في المورة للنادي الأهلي طبعا ده بيأثر على الزمالك لأن الاثنين ماشيين مع بعض كمنافسة على بطولة الدوري إدارة الزمالك ما بتتكلمش الإعلام الزمالكية والرسمية ما بتتكلمش منشغل فينا دي فأنت ليه يا كابتن سيد بتفتح تاني المواضيع مرة تانية يبقى مين بقى اللي بيصير التعصير ما هو ده اللي بقول لك عليه مين بيصير فتن لا ما أنا بقول لك ها ما هو ده يلام عليه كابتن سيد عبد الحفيز طبعا إن انت المفروض يبقى عندك من الحصافة الكثير إن انت تتحدث عن في رؤيتك بس طالما الأجواء اللي انت كنت بتتحجج بها قبل كده ده يخدنا الحتة تانية